السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولى حلقة من حلقات سلسلة معلومة جبلية هذه المعلومة الجبلية هي إضافة إلى تحسين جميع الفيديوهات السابقة الفيديوهات السابقة كانوا مقاطع المناظر كانوا معلومات فسأحاول في هذا الفيديو هذا أن المنطقة التي سأتحدث عنها سأتحدث عن جميع الطرق المؤدية سأتحدث عن الطراجة ونضيف معلومة متوفرة ونضيف معلومة تاريخية على المنطقة وبالتالي المنطقة التي أتحدث عنها أعطيت عليها جميع المعلومات الكافية والشافية لكي يزور المشاهد الفيديو ما هي نظر على اسم المنطقة ونجد أن نجدكم تعرفوا عليه انطلاقا من المعلومات التاريخية في 1914 قرر المستامر إخضاع تازة باعتبارها ممرا سراتيجيا بين جبال الريف وجبال الأطلس المتوسطي إخضاعها لسلطته الممر هو تيزي بالأمازيغية وهو أصل تسمية تازة انطلاقا من 5 ماي إلى غاية الثامن منه سنة 1923 وقعت معركة بوهدلي الشهيرة بين الجيش الفرنسي المزود بالأسلحة الثقيلة وخطة محكمة ضد قبائل بني ورين والتي سبق لها وهزمته في فبراير 1921 ببسالة رجالها واعتيادها على التقس البارد الذي كان لصالحها محند أحمو الوريني هو رمز من رموز المقاومة الذي حرب العدو حتى بعد معركة بوهدلي حيث احتمى بمغارة المنطقة وبالضبط مغارة شارب ورغم مساومة المستامر له بالاستسلام وتصلم منصب قائد فقد اختار الاستشهاد في 20 يناير 1927 بجبال الأطلسي المتوسك الى بوي بلان كما تعرفته عليه من طلاقا من قبيلة بني ورين التي سوطنت المنطقة فبوي بلان عنده رمعادي الطرق الطريقة الأنسب اللي لقيت انني باش نشرح الطرق هي نضير فيديو مصور دي البحث ديالي في جوجل مابس فنخليكم مع الفيديو باش نشرح الطرق المؤدية الى بوي بلان اول طريقة نبدأ بها هي مثلا الى طريقة انطلقة من فاس فمباشرة بعد ما نخرج في لوتوروت كان بعد الخرجة راست بودة هي اللي تناخده راست بودة مباشرة تمشي وتال ريبة الخير ولا هرمومو هرمومو مباشرة بعد منها كان واحد القنطرة ولا واحد الباساج ديال الود فالانطار فالباساج يكون صعب ومنطلقة مريبة الخير الى بوي بلان تنمر على دوار اغبال فالطرق كاملة حصها سيارة ربعية الدفع الطرق الثاني اللي نقدر نشوفه هو الطرق اللي تتمر عبر او انطلقة متاز في انطلقة متازة نشوفه الطرق اللي تتمر عبر رسلواد او انا تتمر على باب بودير بعد باب بودير كان ضوال عنصر يعني معروف بعد ضوال عنصر نشوفه على جماعة مغروف فجماعة مغروف هي جتية يعني في واحد السفحيم من بعد جماعة مغروف تثبت تطلع انفو تثبت تطلع يعني تدوز على دوار ايتسماعي في هذه المنطقة انفو ايتسماعي تدوز تدوز لواد البارد فتثبت تطلع في الانتويتود من بعد عدد تثبت تنطرشت ومن بعد تنطرشت هنا الطريق تقريبا تأخذ لك أكثر من الوقت مثلا عندما تأخذ من الفاس مثلا فاس مثلا 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 المشكلة الوحيدة التي كانت في هذه المنطقة هي تقدر ان تصل الى ايتسماعي يعني قبل ملواد البارد وانفو تدوز على ارتفاع قبل ان تصل الى طرش فهنا تتحبس الطريق الطريق الثالثة التي نستطيع أن نرى هي مثلا عبر بولمان وبالطريق التney الوحيدة وكما ترون فهنا يزال بل تنطرشت ولكن نضع تنطرش بل تنطرش كما ترون نفس الوحيدة نسيق ثم تمام نضع هنا وعندما نضع في تنطرش ثم توضع على النقطة التي هي بينادراليا وهو تيزي بوزابل تيزي بوزابل رغم انك سيحة تولوج تتمر فتلج يعني سيجي نتيجة الرياح من بعد وفي الثالي تولى فيرقلا فتيزي بوزابل دائما المرور عبرها يعني صعب دائما تكون فيرقلا خصوصا انه فلاصة من بعد تيزي بوزابل في تيزي بوزابل فتكون فيها الضل وبالتالي تكون فيها فيرقلا وعليه متبقي طريقين ينصح بهما وهما اغ 504 المره عبر هرمومو والاغ 507 التي تمر عبر مره المعلومة الاخرى هي حول رفوج تافرت وستاسيون دوسكي بنية مأوة الفرت او الشالي دوسكي سنة 1837 وسط غابات الارض لاستقبال متسلق الجبال وهو التزحلق لانه اليوم في حالة يرتلها متخلعنه حيث يأتي اليه الزوار اليوم للمبيت قربه بالخيام باعتباره نقطة ممكنة لاستراحة قبل الصعود للقمة في اليوم الموالي محطة تزلوج المتخلعنه أيضا والتي بنيت في سبعينيات القرن الماضي الأكيد أن مستوى التلوج انخفض مقارنة بالماضي حيث يشير أرشيف تساقطات إلى كمية 392 سنتيمترا من يناير سنة 2006 لكن ومع هذا انخفاض في المنطقة لا تزال الأبرد بالمغرب وبها تلوج تمكت بتغرط من بويبلان لعدة شهر بويبلان ليس هو بويبلون كما هو شائع فلفظ بويبلان ذكر الحسن والزاني في كتابه وصف أفريقيا واصل الكلمة أمازيغي حيث بويبلان هي بويبلان وفي رواية أخرى بويبلون ومعنى كلمة إبلان حواش البيضاء التي تزين بها المرأة الأمازيغية الضربية التي تصنعها أو هي رموش العينين إبلان بالنسبة لجبل هو السلج الذي يظل ظاهرا لعدة شهور بجبل بويبلان الغاليبين العظماء من المتسلقين يتسلقون قمة موسى وصلاح التي ترتفعها عن سطح البحر 3122 مترا بينما يتركون قمة تغرض بويبلان التي ترتفعها 3081 مترا في الجانب المقابل لتيزي نزليوشت بويبلان نعم يستحق الزيارة لكنه غير صالح للمبتدئين نقارنه بتبقى مثلا علو تبقى 4169 علو بويبلان 3192 لانطلاقة هنا في الاختلاف تبقى تنطلق من 3200 بينما في بويبلان تنطلق من 2000 هي جماعة بويبلان أو جماعة تيسروين وعليه فارق الارتفاع الذي تضربه في تبقى هو 967 متر بينما في بويبلان هو 1192 متر النقطة الأخرى أو الصعوبة الأخرى هي البعد عن المستشفيات وعن موضة الحضرية وغياب وسائل النقل المحلية إنها فقط تسلق يوماً لا تمر فيه مئة نسبعة المرتبطات أساساً بالأسواق الأسبوعية بحكم تسقطات وانقطاع الطرق فقد يصير تسلق بويبلان أمراً مستحياً مع ذلك لا عليك فمثلاً إن كنت عالقاً بجوار دوال عنصر يمكنك زيارة مضايق مقل تسلق جبل بوعلي أو تسلق جبل بوهدلي دون إقفال نشاط المغارات بحكم أنك تتواجد في منطقة عدد المغارات بها يتجاوز 300 مغارات مغارة أما إن كنت بجوار أيتسماعيل أو مغروة فأنت غير بعيد عن أحد روافذ واد منوية وهي مغارة إغز والتي تزود الواد البارد بمياه باردة جداً وأنت بالقرب أيضاً من بحيرة سمدة نيتسماعيل الممتدة على أربع كيلومترات أما إن كنت عالقاً بجوار دوار أغبال حيث مقر بأشب الشهير فيمكنك تسلق جبل الظل أو جبل الصغلاء حيث مناظر جبل الأرز تفوق المناظرة في جبل بويبلان في نسبة المبيت فليس هناك مأوى مصنف لكن هناك ما هو أفضل ساكنة محلية تصدفك يمكنك المبيت في دوار العنصار يمكنك المبيت بأيتسماعيل بدوار أغبال ويمكنك المبيت أيضاً بصفح جبل بويبلان أي تسروين في بيوت العائلات التي تمارس الرأي بويبلان يمكنك تسلقه حتى والطرقات مقطعها بسبب تلوش كيف ذلك؟ كثيراً ما تنقضع الطرقات بسبب علو التلوش الذي يمنع الطرقات لكن بويبلان ونصول له يبقى ممكناً بتضافر جهود الجميع واشتغال أصحاب الدواب للنقل الأمتعة واشتهاد الساكن المحلية في رسم مسارات تربط بين الدواوير وبويبلان دون المرور عبر الطرقات نهاية الفيديو نتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابيكم المعلومات التي فيه وغيرها فإن كنتم ترون أن الفيديو يستحق الشجاح والبرتاج فأشكركم لذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة